الإنجازات اللي أصل لها دائماً تعتبر بالنسبة لي نقطة انطلاق ونقطة بداية عمري ما حسيت أني أنا وصلت للهدف أو للخطوة النهائية دائماً أحس أني أنا في خط البداية دائماً وعندي دائماً شغف وعندي تشوق لعمل المزيد والمزيد دائماً شيء آخر لا يجب تجاهله هي القدرة على استيعاب المواقف والمعنى من الموقف إنها ملكة تفاوت بين الناس درجاتها بطلة قصتنا اليوم مبتكرة ومخترعة لكن أول ما ابتكرته طريقة أسلوب حياتها ابتكرت قراراتها وأهدافها قبل أن تخترع مخترعته لاحقاً في مجال عملها